بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حديث النفس وقفتنا اليوم مع القلب القلب في ديننا مناط النجاة يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب هو مصدر ومكان البصيرة إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب مصدر القوة في الإنسان كذلك هو مصدر الضعف عند الإنسان ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هذه المضغة هي القلب فهي مصدر الصلاح والقوة ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والغضب شعور مكانه القلب إذن ما علاقة هذا القلب بالسكينة والهدوء والاستقرار والسلام وغير ذلك ما علاقته بهشاشة الإنسان أو بصلابة هذا الإنسان ولذلك في هذه الوقفة إخواني أخواتي أختبر صلابة هذا القلب أختبر صلابة النفس نختبر مع بعضنا البعض هذه الصلابة كلنا يمر بتحديات بمشكلات بعقبات فلنسمها أي مسمى كان السؤال عندما تمر بتحدي ما مشكلة مشكلة معينة إثاءة من أحد أو خسارة لشيء هل الشعور الذي ينتابك يبقى مؤقتا أم مستمرا وهذه أول وقفة وأول اختبار لصلابة الإنسان وقوة قلبه وسلامة صدره البعض يتساءل كيف هل ممكن أن تستمر المشاعر دائما نعم عند العديد من الناس فطالما وجدت من يأتيني وهو يحمل حقدا على أقرب الناس إليه حقد دفين عمره أكثر من 20-30-40 سنة كم من شخص لا يستطع أن ينسى إثاءة تعرض لها من قريب أو من جار أو من صديق أو من قريب أو غير ذلك إذن الآن نحن لا نتحدث عن نوع الإثاءة وهل الإثاءة تستحق وهل الشخص الآخر سيء أم غير ذلك لا يهمني الآخر إنما الذي يهمني وهو الذي أتعرض له تأثيره علي هل هو مؤقت أم مستمر ممتاز إذا كان مستمرا فأنا أمام هشاشة وضعف ضعف هشاشة لماذا؟ لأن بقاءه بشكل مستمر تعني استمرارية التوتر والذكريات السلبية والارتباطات السلبية وغير ذلك إذن تستمر المعاناة وليس فقط تستمر المعاناة إنما أيضا تستمر السلوكيات السلبية معنى السلوكيات السلبية قد تتذكر حدثا مر عليه عقد أو عقدين من الزمن فتتحدث بسوء عن ذلك الشخص فتسقط في الغيبة وقد تزيد عما وقع فتسقط في البهتان فتسقط في الإفتراء إنها الحالقة إنه الإفلاس في حد ذاته إذن استمرارية التأثير السلبي بالنسبة لنا كمسلمين هو استمرارية الأخطاء والسلوكيات التي تأخذ من الحسنات إنه الإفلاس الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم استمرارية الشعور السلبي استمرارية المعاناة تعني الهشاشة بالمقابل مؤقت المؤقت يبدأ بخمس تواني إلى عشر سنوات إذن أيضا عشر سنوات تعد طويلة خمس سنوات تعد طويلة سنتين تعد طويلة ولكن أن يستمر لمدة تواني أو يستمر لمدة شهر إلى ثلاث أشهر قد يكون طبيعيا قد يكون طبيعيا ثلاث أربعة أشهر ولكن فوق الأربعة أشهر يدخل الإنسان في الاستمرارية يصعب على الإنسان إذا بقي متأثرا بشكل ثلبي حيال تحدي من التحديات بعد أربعة أشهر أن يتخلص منه فيما بعد لذلك أنا خاف أن يستمر هذا الشعور لكن من الطبيعي في حالة الفقدان هذا تحدي يتعرض له كل إنسان قد يفقد شخصا عزيزا يحزن عليه يا أخي طبيعي جدا أن تحزن يومين وثلاثة أو شهر وشهرين وثلاثة وأربعة أشهر طبيعي جدا بمحل يعني بقربك بهذا الشخص وقد يستمر إلى سنة كاملة لا بأس لكن بعد الأربعة أشهر يبدأ يقل الحزن ويتلاشع لكن بعد سنة لا ينبغى أن يستمر لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على فقدانه لزوجته خديجة رضي الله عنها ولعمه أيضا أبي طالب الذي كان سندا له في ذلك الوقت فسمي العام العام وليس الشهر العام عام الحزن إذن أن نحزن أن نتأثر سلبا لكن مؤقت إنه عام وليس عامين حيترجع إلى طبيعتها إذن هنا الصلابة هنا القوة أن تجعل كل تحدي مؤقتا مؤقتا حسب هذا التحدي هناك تحديات والله لا ينبغي أن تتجاوز النص دقيقة والله أحدهم شتمني تحدي أحدهم استأذى أبي تحدي نعم أنا إنسان ضاق صدري عندما استوزئ أبي أنا بشر لكن كلها تواني دقيقة نص دقيقة انتهى الأمر عندي أفكار عندي معتقدات إذا صبرت أتابني الله وأجر أعطاني الله إذا سامحته أعطاني الله إذا لم أسامح وأخذت من حسناتي إذا لم على ما أحزن العكس إن كان ولا بد فاشكره لأنه أهداك أعمال ومن اللطائف الجميلة التي استوعبتها من من كلام الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أعمالنا ليس للإنسان إلا ما سعى من أعمال ولكن سعيه سوف يرى بمعنى سوف توضع هذه الأعمال في ميزان عند الله عز وجل ميزان الإخلاص والصواب هل كنت خالصا في عملك ونيتك وهل كان عملك على صواب أم لا ولكن ولكن لذلك لا إنسان لا يصدق حسن البصري قال لو علمت أن الله عز وجل تقبل مني ركعتين لطمأنت نفسي فإنه سوف يرحمني بهذه الركعتين ولكن لا شيء مضمون ما هو المضمون المضمون هو أن يتحدث الناس عنك بسلبية أو يصيئون لك لماذا؟ لأن الحسنات التي تأتيك من إساءة الناس لا تدخل في عملية الغربلة ليس فيها لا مشكل إخلاص ولا مشكل صواب حسنات مقبولة إذن حتى هذه النظرة الإيجابية لمن أسى إلي فإنها تريح النفس وتجعل الشعور مؤقتا لا يستحق هذا الشعور أن يستمر أكثر من دقيقة فتعود النفس إلى طمأنينتها وسكينتها لكن إذا أصبح الإنسان يطيل هذا الشعور السلبي ويستمر مع الشعور السلبي فإن الإساءات لا تنتهي وإن التحديات لا تنتهي الإنسان خلق في كبد يتعرض يوميا لهذه الإبتلاءات إذن هل كتب علي وقررت أن تستمر معاناتي لا كل تحدي يحمل في طياته نقطة إيجابية وخطوة تقربنا إلى الله إما بالصبر أو بالشكر أو برؤية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أسأل الله عز وجل أن يعطينا أن يعطي النفوس استقرارها وأن يحفظ أوطاننا ويحفظ استقرارها أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر